نتقل لفقرتنا التالية وضمن استراتيجية هيئة التمييز والإبداع وقيمة الاختبارات العلمية على مستوى المدارس بمشاركة 49165 طالب وطالبي من مختلف المحافظات السورية كيف كانت الأجواء زميلتنا أريج فردي رزلت لنا ياها خلينا نتابع مع بعض شيء جميل جدا أنه يصل عدد المشاركين بتصفيات المدارس بالموسم الحالي ل49165 شاب وشابة من مختلف مدارس القطر هذا الرقم غير مسبوق كنا سنة الماضية عم نحكي بأقل من هيك بكتير هذا الكلام بيعني انتشار ثقافة الأولمبياد العلمي بسوريا زيادة المعرفة زيادة الجيل هذا وأهالي الجيل هذا بأهمية الأولمبياد العلمي السوري وهي الأهمية الشي كانت واضح نتيجة النجاحات اللي حققها محليا والإنجازات اللي حققها عالميا لما نصل ب2016 ل16 إنجاز عالمي وقاري لسوريا فهذا التأكيد على هالنجاحات وهذا كله ضمن استراتيجية هيئة التمييز والإبداع حلم أنه وصل سوريا لبرا لأسم عالي ودرس علوم وصير يعني أنه درس العلوم للناس لأن العلوم هي السهلة وتفسر كل العالم نحن بمشاركتنا هون عم نرفع رأس الوطن وعم نعلي بين الأمم الأخرى مو الهدف المشاركة هو بس المشاركة بس انهم انه نشارك ونخدم الوطن الأولمبيات يعني بتعطيك فرص واسعة بالدراسة وسجلت أنا بمادة العلوم خصيصا لأنه هي حلوة وسلسة شاركنا بالأولمبيات العلمية طموحها نوصل لنرفع اسم عالمنا ونرفع اسم بلادنا شاركنا فيها لأنه بدأ نحقق شيء يعني حلمنا بالتفوق بمادة الكيميا وأنه حبي وحبي لأنه مطالعة بقصة أنه الكيميا والمعادلات والاحتراق وهالأصاص حابب بوصل للقمال يعني حابب فوز وارفع اسم مدرستي حابب من الكون الأولي